بإحدهما ينظر كيف تضررت الثانية عندما اعتدي عليه عينه وكدمات أخر حصيلة ما تعرض له المشرف التربوي خالد نتيجة اعتداء أحد طلاب عليه والرواية الكاملة بحسب قوله كالتالي أنا مجيئي من المكزين التعاني الأول وأذهب إلى المكزين التعاني الثاني هؤلاء الطلاب اعتداء عليه أول ما أجتني طابق يعني ضربتني بظهري فالنوبة أنا مشيت جرت واتشي ما حسيت إلا هذا إجاء مسرع ضربني على عيني فانكسرت النظارة بزتني بعيني عينه ورمت والقميص تمزق مالتي وعندي ضربني على أكتافي لم يتوقع الأستاذ خالد أن يسجل اسمه في سجل المعتدى عليهم ذات يوم يقول لنا عند جلوسنا معه أنه لن يتنازل عن حقه القانوني انصافا له واسعيا لوضع رادع لمن يروم تكراره زودوني بتقرير لأن حالتي عدي أصابة بعيني أصابة عندي بجسمي تقرير طبي وهذا تقرير راحل وما تزال قضية الاعتداء قيد التحقيق عند القوات الأمنية للبحث في ملابسات الحادثة التي يصر الاستاذ خالد فيها على عدم التنازل حفاظا على حقه على ما يبدو أن قصة الاعتداء على الكوادر التربوية لا نهاية لفصولها بالاعتداء على الاستاذ خالد اعتدي على مقام المعلم فهل من مدافع عن هذا المقام من العاصمة بغداد بدر ركابي التغيير ترجمة نانسي قنقر